ما حكم الذين يصورون بالجوال وهل هناك اختلاف بين اهل العلم في قضية التصوير تصوير حرام بجميع الالات سواء الالة الجوال او الكاميرا او بالرسم باليد او النحت او غير ذلك التصوير حرام بجميع انواعه وباي الالة كان لعموم الاحاديث في النهي عن التصوير والوعيد عليه الوعيد الشديد والخلاف اذا وجد ما يعتبر الا ما يقوم عليه الدليل او العبرة وجود الخلاف العبرة بما يدل عليه الدليل والدليل يدل على تحريم عموم التصوير باي الالة كاميرها او غيرها او رسما باليد كله حرام هذا هو مقتضى النصوص ولا عبرة بالخلاف المخالف للنصوص نعم